موسيقى أهلا بكم عزيزاتي أعزائي اليوم حلقة خاصة لن أتطرق فيها لمتابعة الحلقة الماضية ولكن أريد توضيح بعض الأمور كأصل الخط العربي وتطوره بعدما احتج البعض دون تقديم دليل علمي على رفضهم ما قدمته سابقا في الحلقة الأولى لهذا البرنامج تاريخ المبكر للإسلام أو في المحاضرات التي قدمتها أثناء لقاءات جمعوية أو على برنامج صندوق الإسلام للأستاذ حامد عبدالصمد فالأصل الخط العربي وتطوره سبق وأن قلت أن الخط الحجازي هو أقدم خط عربي نسخ به القرآن هذا بإجماع معظم المتخصصين في علم الخطاطة والمخطوطات فالفكرة السائدة للأسف في العالم العربي أن الخط الكوفي هو الأقدم على الإطلاق والبعض لا زال يشكك ويدافع بكل قوة عن هذه العقيدة التي ترسخت منذ قديم ولتوضيح هذا الأمر هناك طريقتين الأولى من داخل الصندوق والتانية خارجه من داخل الصندوق وأعني به الموروط الإسلامي نفسه تخبرنا أقدم المراجع التي تحدثت عن الخط العربي وعلى رأسها الفهرسة لإبن نديم المتوفى سنة 1947 ميلادية كما سبق وأن أشرته في الحلقة الثانية من هذا البرنامج أن ابن نديم يسمي أقدم خط كتب به المصاحف بالخط المكي المدني نسبة إلى مكة والمدينة فيصف هذا الخط بقوله ففي ألفته تعويج إلى يمينة اليد وأعلى الأصابع وفي شكله انضجاع يسير انتهى الوصف وعندما ننظر للخط المسمى الحجازي والخط الكوفي نجد أن الخط الكوفي مستقيم ليس فيه ملايان نحو اليمين والصفات التي قدمها ابن نديم تتطابق تماما مع الخط الحجازي ننتقل إلى شخصية أخرى عاصر ابن نديم وهو أبو الحيان التوحيدي في رسائله فقد تحدث هو الآخر عن خمس خطوط عربية وأقدمها الخط المدور ويعني به القلم اللين أي ليس فيه زوايا مستقيمة ثم يأتي في الرتبة الثانية المحرر وهو القلم اليابس البسيط الذي يجمع بين اليوبس والليون بمعنى انتقال تدريج من الليون إلى اليوبس واستقامة الحروف أصبحت شيئا فشيئا وكأنه يذكر لنا ما قدمه الأستاذ فرانسوا ديروش في مقاله عن الكتابة العربية عن تطور الحروف العربية بمعنى الخط الحجازي اللين يتطور نحو الاستقامة ليعطينا الخط الكوفي اليابس المستقيم وصولا إلى الخط الكوفي المورق وقد سماه أبو حيان التوحيدي بالمشجر وسبب هذا التطور من الليون إلى اليوبس المستقيم هو التأثر بالخط استرانجيلو أو استرانجيلي السورياني الذي كان شائعا بقوة في تلك الفترة أي القرن السابع والثامن الميلادي وبعد أكثر من أربع قرون نجد مؤرخا مصريا اسمه أبو العباس شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد القل شندي متوفى سنة 1418 يشيع خبرا مفاده أن الخط الكوفي هو أقدم الخطوط العربية على الإطلاق في كتابه الأبحاث الجميلة في شرح العقيلة والسبب على الأرجح هو ما تناقله الناس في بلاده أن المصحف الإمام الخليفة عثمان بن عفان عندهم بالخط الكوفي وهو ما يسمى الآن بالمشهد الحسيني بالقاهرة ومن تم شاعة هذه الفرضية ورسخها الخطاط أبو الفضل علمي الذي عمل في البلاط أباطرة المغول ما بين أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر الميلادي ولكن بوسطة الأبحاث العصرية اكتشفنا أن هذا المصحف الذي يدعون أنه يعود للخليفة عثمان وعليه دمه به أربع قراءات مختلفة داخل هذا المصحف مما يؤكد أنه أخذ عن أربع مصاحف مختلفة على الأقل وقد انتبه الدكتور طيار آلتي قولاج التركي الأصل والمسلم العقيدة إلى هذه المعضلة فأطلق عليه اسم المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه نسخة المشهد الحسيني بالقاهرة ومن داخل الصندوق فالأخصائي في الفن والهندسة المعمارية الإسلامية من جامعة نيويورك أبو ضبي الدكتور ياسر الطباع يهاجم الدكتور فرانسوات ديروش الأخصائي في علم الخطاطة والمخطوطات على قوله بأقدمية الخط الحجازي على الكوفي ويخطئ المنهجية العلمية التي يتبعها الأستاذ ديروش والدليل العلمي عنده أن ديروش اعتمد على قول أبو الفرج محمد بن إسحاق بن نديم الشيعي يا سلام وكأن الشيعة أهداء الله لا يجوز الأخذ عنهم دون أن يعلم الأستاذ ياسر أن القول بالخط الحجازي هو شبه إجماع عند المتخصصين من خارج الصندوق كالعلامة دور نولدكا في كتابه تاريخ القرآن والأستاذ ماري جينيفيف جيزدون رئيسة قسم المخطوطات الإسلامية بالمكتب الوطني الفرنسي والأستاذ جيرود بوين الذي حقق ورمم مخطوطات صنعاء الشهيرة والأستاذ ماركوس جروس متخصص في اللسانيات واللغات السامية وتاريخ المبكر للإسلام والأستاذ روبرت كير المتخصص في النقوش واللغات القديمة واللائحة طويلة من الأخصائيين في هذا المجال وكلهم يعتمدون على الجانب العلمي وليس على ما يشاع في المراجع الإسلامية السبب كذلك في نشر إشاعة أقدم الخط الكوفي هو وجود رسائل تقلد الخط الكوفي منسوبة إلى الرسول نفسه وهي الرسائل التي بعتها بعتها الرسول إلى الأباطرة الروم والفرس وملوك مصر والبحرين وعليها خاتم ادعوا أنه خاتم الرسول مكتوب عليه الله رسول محمد مخالفاً تماماً للعملات المبكرة لإسلام مكتوب عليها محمد رسول الله ولا يعرفون أن الكتابة من تحت لفوق هي طريقة وجدت عند وجود الخط التغرائي وتسمى الطريقة الإستف يعني تزوير في تزوير ولتكملة موضوع الحلقة انتظرونا في حلقة أخرى خاصة كذلك وإلى الليل ترجمة نانسي قنقر